وقع الأردن وكندا اتفاقية منحة تقوم بمجبها الحكومة الكندية بتقديم عشرة ملايين دولار كندي لدعم قطاع التعليم في الأردن وتستهدف المنحة التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري والسفير الكندي في عمان بيتر ماك دعم خطة وزارة التربية والتعليم لتسريع الوصول للتعليم النظامي للطلبة السوريين والتي تم تبنيها في مؤتمر لندن ضمن العقد مع الأردن وستكمل هذه المنحة الدعم المقدمة سابقا بقيمة 25 مليون دولار من قبل حكومات المملكة المتحدة والنروج والولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك بناء على العقد مع الأردن حول دعم خطة وزارة التربية والتعليم بين الحكومة الأردنية ومجموعة الدول المانحة والتي تم التعاقد عليها العام الماضي كندا كانت من الدول التي استجابت بشكل مميز في آخر سنتين أو ثلاثة في دعم المملكة للتعامل مع تبعات أزمة اللجوء السوري حيث تم ضم الأردن إلى قائمة الدول محط الاهتمام في هذا البرنامج سنسعى إلى الوصول فعلا أن لا يبقى طفل من أي جنسية كانت في خارج إطار المدرسة وخارج إطار التعليم مع زيادة حجم الإقبال على مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة برزت في الأوينة الأخيرة قضية تأثير مشاريع الطاقة طاقة الرياح على هجرة الطيور حيث أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والتي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن خاصة في محافظة الطفيلة عن إجراء دراسة بهذا الشأن التفاصيل في هذا التقرير اتجه الأردن منذ سنوات إلى مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وذلك لمواجهة الطلب المتنام على الطاقة الكهربائية وللتقليل من فاتورة النفط المستوردة محافظة الطفيلة أهم المحافظات في الأردن لتوليد طاقة الرياح وتحتوي على خمسة مشاريع منها ما هو قائم ومنها ما سيقام يصاحب عادة دعم الـ IFC لمشاريع القطاع الخاص في مجال الطاقة دراسة الآثار التراكمية على مشاريعها على البيئة المحيطة فيها سواء من ناحية الاجتماعية أو من ناحية البيئة وأبعادها مشكلة جديدة ظهرت مؤخرا في قطاع طاقة الرياح وهي تشكل خطرا على الطيور من التوربينات كون الأردن يعتبر من أهم مسارة هجرة الطيور في الغالم مؤسسة التمويل الدولية أطلقت دراسة لتقييم الأثر التراكمي لهذه المشاريع الخمسة المقامة في الطفيلة وذلك بتشكيل لجنتين توجيهية وتقنية حيث تم جمع معلومات من المشاريع من أجل إصدار تقرير يحدد مدى تأثير هذه المراوح على الطيور في هذا المشروع بالذات المنطقة التي فيها مشروع الطفيلة لطاقة الرياح منطقة كما تعرفون جميعا غنية بالمحميات الطبيعية وبالتالي تأثير طاقة الرياح على تنوع البيئي أو التنوع البيولوجي في تلك المنطقة كان من الضرورة دراسته بشكل مستفيد وخاصة أن الممر الجوي أو الممر في تلك المنطقة هو ممر مهم جدا للطيور تطوير عملية ومنهجية هذه الدراسة والخروج بنتائج وتوصيات سيعمل على التشجيع لقيام المزيد من هذه الاستثمارات في قطاع طاقة الرياح في الأردن وذلك من خلال تحديد وإدارة أشد المخاطر على المحتمل حدوثها بشكل أفضل أكدت مصادر مطلعة أنه حتى الآن لا يوجد تغيير على القرار معاملة السائح العربي عند دخول المواقع الأثرية في الأردن في حين أكد المصدر أن التوجه الحكومي قد يكون نحو تمديد القرار الاستثنائي السابق بمعاملة السائح العربي كالأردني بحيث يدفع حاليا دينارا واحدا في حين كان يدفع السائح الأجنبي خمسين دينارا وكانت معلومات تشير إلى وجود توجه برفع رسوم دخول المواقع السياحية للسائح العربي من دينار إلى خمسين دينار بحيث يعامل معاملة الأجنبي وليس الأردني جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية في بيان صادر عنها أن هذا التوجه سيخلق إرباكا لدى القطاع السياحي وخاصة المكاتب السياحية التي تعمل على استقطاب السياحة العربية والوافدة للأردن قالت هيئة الأوراق المالية أن مائتين وخمس عشرة شركة مساهمة عامة مدرجة في بورسة عمان أفصحت عن نتائج أعمالها الأولية للعام 2016 من أصل مائتين وسبعة عشرة شركة وفقا للقانون الذي يلزم الشركات بتقديم هذه البيانات خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء السنة المالية أما أداء البورصة لجلسة اليوم فقد أغلق المؤشر العام لأسعار الأسهم عند مستوى ألفين ومائة وثمان وتسعين نقطة بارتفاع طفيف نسبته سبعة وعشرين في المئة في المئة في حين بلغ حجم تداول الإجمالي حوالي ستة ملايين وستمائة ألف دينار تحققت عبر تداول ستة ملايين ومائتي ألف سهم نفذت من خلال ثلاثة ألاف وستمائة واثنين وستين عقدا وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول فقد جاء القطاع المالي بالمرتبة الأولى بنسبة تسعة وستين وواحد وسبعين في المئة والصناعة بنسبة ستة عشر وأربعة واربعين في المئة والخدمات بنسبة ثلاثة عشر وخمسة وثمانين في المئة أما الرقم القياسي المسجل اليوم على مستوى القطاعات فقد ارتفع للقطاع المالي بنسبة أربعة وثلاثين في المئة في المئة وللخدمات بنسبة ثلاثة عشر في المئة في المئة وللصناعة بنسبة ثلاثة عشر في المئة في المئة أيضا أما الشركات الأكثر اتفاعا في أسعار السمية فهي مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة سبعة وثمانية عشر في المئة الصناعة الصناعية تجارية الزراعية لإنتاج بنسبة ستة وستين في المئة أما الأكثر خفاضا فهي الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 5.56% العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.62% تشهد أسواق محافظة الطفيلة في مختلف القطاعات ركودا في الحركة التجارية نتيجة عزوف المواطنين من شرائح حاجياتهم في ظل ضعف قدرتهم الشرائية المواطنون قالوا أن التزاماتهم الشهرية المتزايدة في ظل ثبات الداخل وتراكم الديون والأقصاط المترتبة عليهم للبنوك يدفعهم إلى تقليص حجم مشترياتهم حيث عمقت المشكلة القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة في حين يؤكد التجارة أن تراجع الحركة التجارية في أسواق الطفيلة يعود إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع من مصدرها سيحوا من قلث العمل أصحاب السيارات المواطنين أصحاب الفرن أصحاب المحلات كساد ما بعده كساد فقر بطالة صوتانهم بقلث عمل تجارية في السوق الشعبي أو بالأحرى في كل أسواق ركود مو طبيعي ما مر صحيح لعشر سنوات في التجارة الركود اللي شفته ما مر لأنه الشعب الناس ما مستوي يعني الناس ما يلاقي توكل يعني نص التجارة هون في السوق السابق ما بيستفتح بالنسبة للوضع الاقتصادي أول شغلة السلع اللي بيشتريها السلع الألبسي وهي الأمور غالي شوي علينا لذلك من الطرن بيها غالي إذا ظل الوضع زيك في البلد إحنا كتجار ممكن 99% كلياتنا نسكر محلات